وقع الاتحاد العماني لكرة القدم مع المدرب التشيكي ياروسلاف تشيلافي لقيادة المدرب الوطني المنتخب الوطني الأول حتى عام 2026 ويأتي هذا المدرب خلفا للمدرب برانكو يفانكوفيتش وسبق لياروسلاف صاحب 62 عاما تدريب عدد من الاندية التشيكية ومنتخب التشيك وحقق العديد من النجاحات أبرزها بطل الدور التشيكي في عدة مناسبات وقيادة منتخب بلاده للدور الربع النهائي في بطولة أمم أوروبا 2020 ويأتي تعاقد مجلس دارة الاتحاد العماني لكرة القدم مع ياروسلاف لقيادة الأحمر في المرحلة المهمة القادمة المتمثلة في التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027